مرحباً أدام وهذا بلاك بيري كي 2 الجهاز الذي يقدم لك أكثر تجربة مختلفة مقارنة بأي جهاز أندرويد آخر على الإطلاق الفضل الكيبورد، الشاشة، الأسلوب بشكل عام في هذا الجهاز طبعاً التصميم تعدل عن السنة الماضية الأطراف تعدلت مقارنة بكي 1 خصوصاً مع اللون الأسود هذه النسخة التي أرسلوها لي صار أجمل بكثير المواصفات تحسنت عن الجيل الأول كمعالج وكذلك الرام صار 6 جيجا بايت رام هذا أبرض الشيء، هذا يجعله أسرع بلا شك فعلياً الجهاز في من النسختين الأولى بسعة 64 جيجا بايت وباللون الفضي عم الثانية 128 جيجا بايت باللون الأسود حصرياً أشوف الأسعار معقولة مقارنة بأسعار السوق هذه السنة هذا الجهاز أشوفه موجه للناس اللي يتركز على الإنتاجية بصراحة ولهذا هذه الفئة من الناس راح تلاحظ بأنه أداءة ممتاز جداً بالاستخدام اليومي بس إذا كنت بتأخذها عشان الألعاب مثلاً ما أعتقد أنه الخيار الصائب هذا أنا أعطيت كيها من الأخير من أقوى الأشياء في هذا الجهاز هي البطارية سعتها 3500 ميلي أمبير مع الاستخدام المتوسط صدقني تجلس لك قريب يومين من الاستخدام بكل بساطة الجهاز ما يستهلك كثير ممكن تقول هذه الأيام ليش أشتري بلاك بري بصراحة الشركة ما زالت أتميز ببعض النقاط أول شيء أكيد الكيبورد لازم أبدأ فيه إذا أنت من الناس اللي يحب الكيبورد أصلاً ما لك خيار بديل هم الأفضل هم الأميز فيها وأزيدك من السعر بيت الجهاز الجديد حسيت كأنهم غيروا الكيبورد وحسنوا تصميمه شوي عن القديم النقطة الثانية اللي يتميزون فيها هي الحماية صحيح أنهم يستخدمون أندرويد لكن فعلياً عدلوا عليه بالكامل شفروا بالكامل وزادوا من حمايته ولهذا قد يكون هذه أفضل نسخة أندرويد من ناحية الحماية والنقطة الثالثة هو النظام نفسه النظام واجهة بلاك بيري فيها كثير من اللمسات اللي على فكرة تعجبني نبدأها بالتنبيهات اللي موجودة بالواجهة والما تشغل الجهاز تقدر تختار أي تطبيق عشان تشوف تنبيهاته بالحالة إضافة لطيفة بس عجبتني جداً كذلك بلاك بيري هب اللي يجتمع فيه كل تنبيهاتك إيميلاتك وكل شيء في مكان واحد أيضاً لاك بيري من الشركات القليلة جداً اللي ما زالت مهتمة في الوجت بعد ما تخلى عنها الأكثرية على فكرة بمجرد ما تسحب على بعض التطبيقات راح تطلع لك الوجت بشكل وبأسلوب فريد كذلك في عندك زر إضافي في الجنب تقدر تخصصه تقدر تحط أي تطبيق التطبيق المهم لك للشغل أو غيره توصله بسرعة وأيضاً عندك منطقة العمل اللي تسحبها من أي مكان من الجنب عشان توصل للتقويم وتوصل لي شوية خيارات مهمة بشكل سريع زبدة أنه نظام بلاكبري معدلين عليه كثير عشان يكون في شوية حركات تساعدك في السرعة بالإنتاجية خلال اليوم وللناس اللي يدورون جهاز يساعدهم في الإنتاجية فهذا قد يكون أنسب خيار لك وبالنسبة للكيبورد فهو مو بس فايتة في الكتابة الكيبورد أيضاً يشتغل كماوس تقدر من خلاله تحدد مكان المؤشر تضلل وتعدل النص بشكل سريع جداً أو راح يعمل أيضاً يساعدك في التصفح مع أنها أحياناً فيها شوية مشكلة لاحظت ولكن الميزة موجودة لذلك تستخدمها كذلك راح يساعدك أثناء الكتابة السريعة لاحظت بأنه قاعد يتعلم من أسلوبي فبالتالي راح يساعدك أنك تكتب بشكل أسرع ويقتل عليك كلمات وأيضاً تقدر تمسح بشكل سريع هذا غير الاختصارات اللي موجودة فيه تقريباً عندك هنا 35 اختصار تقدر تحددهم كيف كل حرف تفتح فيه أي تطبيق حتى لو أنت موجود ضمن التطبيق مو بلازم تروح للواجهة وتبحث عن التطبيق لا لا تقدر تفتحها من الكيبورد على طول بس الجهاز على فكرة ما هو بكل إيجابيات يعني مثلاً أحد عيوبه هي الكاميرا الجهاز الآن دي أول مرة بتاريخ بلاك بري صار فيه كاميرتين بس منفس الوقت عشان نكون واقعيين بلاك بري عمرها ما كانت متميزة في عالم الكاميرات وهذا الجهاز للأسف ما هو بشيء استثنائي صحيح في تحسن في الكاميرا صحيح تعطيك صور حلوة لما تكون في الصباح تحت الشمس أو فيضاءة ممتازة لكن بمجرد ما تحاول تجربها فيضاءة منخفضة فإن الصور الناتجة لك عليها أعتقد أحد الجوانب السيئة هنا هي أن الكاميرتين ما فيها مثبت بصري وهذا للأسف ما يساعد أن يحسن الصور طبعاً الصور الافتراضية تكون شبه مربعة في الحجم لكن فعلياً أنت تقدر تخييرها من خلال الإعدادات عشان ياخذ صور طولية مثل أي جوال آخر طبعاً أهم ميزة تجلبها هذه الكاميرتين لأول مرة هي خاصية العزل خاصية العزل موجودة هنا اسمها بورتريت لاحظ بأنه لما صور فيها أداءها جيد تعزل خلفية لكن المشكلة أن الدقة نوعاً ما حسيتها تنخفض الجهاز ما زال فيه مدخل للسماعات كذلك يدعم الشريحتين أو ذاكرة خارجية وإذا كنت تساءل عن البصمة فهي موجودة لكنها مخفية في زر المسافة بشكل ذكي جداً أما السماعات الأحض بأنه هي وحيدة بالأسفل لكن صوتها عالي بالنهاية اللي أعرف أنه بلا كبري ما زال لها محبية على فكرة كثير طلبوا مني هذا الفيديو الكيبورد ما زال لعشاقة إذا أنت متعود على جهزتهم أحب أقولك بأنه هذا أفضل من الجيل الأول وراح يعجبك لكن إذا أنت تحب الجوالات اللمسية وتسأل هل تنتقلها أو لا صراحة ما عندي إجابة فهي تعتمد على الشخص نفسه في ناس راح تتأقلم في ناس لا شخصياً لما رجعت للكيبورد حسيتني محتاج فترة أطول عشان أتعود على الكيبورد زي ما كنت أكتب سرعة من زمان كذا أنت هذا الفيديو لا تنسى تعطي لايك وتشترك بالقناة شوك في فيديو قادم مع السلامة